الآن من الرباط ينضم إلينا السفير الفلسطيني في المغرب جمال الشوبكي سيد جمال أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة كثير من النقاط ذكرت في المقابلة السابقة مع المتحدث باسم الخارجية لإسرائيلية ولكن لنتحدث من مسألة إمكانية الوصول لاتفاق ما يتعلق بإدخال المساعدات باعتبار الشق الإنساني الآن هو الأولوية بالتأكيد قبل سؤالي هذا لا أعلم كنت استمعت لمقابلتنا مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية وإن كانت لديك أي ملاحظات أو بعض الردود ولكن السريعة جدا من فضلك يعني أولا لم أستمع ولا أريد أن أستمع إلى الناطق باسم ما يسمى بالخارجية الإسرائيلية لأنهم أناس أناس لا ضمير لهم لا إنسانية لديهم أنت عندما تخاطب من يقوم بهذا العمل الإجرامي البشى ضد الشعب الفلسطيني 2.2 مليون فلسطيني إذن دعني أنقل تصريحا واحدا على الأقل إن كنت لم تستمع ولم ترغى في الاستماع يقول من السابق لآوانه الحديث عن هدنا الآن إن كان الإسرائيليون يتحدثون بصراحة عن أنه لا هدنا ولا حديث حتى عن هدنا الآن من يمكنه الضغط على من تعاونون للضغط للوصول إلى هدنا لإدخال المساعدات على الأقل يعني أولا هذا استمرار في الجريمة البشعة التي ترتكب وأنا أعتقد والعالم يعتقد والمراقبين يرون أن هناك إبادة جماعية جريمة حرب مكتملة الأركان وإبادة جماعية ضدت أكثر من 2 مليون فلسطيني قطعوا عنهم الماء والغذاء والدواء والمحلوقات ويقصفوهم من الجو 55 عائلة أبيدت عن بكرة أبيها ثلاث أجيال في كل عائلة الأب والأطفال والأحفاد وأيضا القصف الجوي دمر المباني أكثر من 2870 شهيد حتى الآن فلسطيني أكثر من 800 طفل فلسطيني أطفال قتلوا نحن نعلم أن نصف المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة هم أطفال ما يجري هو جريمة بشعة واستمعنا أنا لجولة بلينكين وزير الخارجي الأمريكية في المنطقة وكان له لقاء مع العربية أعتقد بالقائرة فكانت إجابته أنه تم الاتفاق بين الأمريكان وبتدخل مصري أنه سيفتح ممر آمن لمدة 5 ساعات لإخراج الحاملة الجنسية الأمريكية من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة ونجد أنه بلينكين عندما يعود إلى إسرائيل لا يستطيع حتى أن ينفذ هذا الطلب البسيط نجد أنه الأمريكان من جهة يأتون مسرعين بطائراتهم بحاملات الطائرات وبالأسلحة وبالأموال لمساعدة إسرائيل وعندما نتحدث عن الشق الإنساني لا يستطيع أن يفرضوا على إسرائيل أن تفتح الممر الآمن لإدخال المساعدات الإنسانية الأدوية الاحتياجات الإنسانية لبقاء الفلسطيني على قيد حياتهم نحن نعلم أن القطاع معرض لحصار منذ 16 عاما وما يدخل القطاع أصلا ضمن حسابات دقيقة للبقاء على قيد الحياة والآن هم يتعرضون للقتل الجماعي وأعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية تطبق البرنامج الذي أعلنه سوموتوريتش وزير في هذه الحكومة قال أنه أمام الفلسطينيين ثلاث خيارات هذه قبل 7 أكتوبر ولا علاقة له ب7 أكتوبر وتم ترحيفه من أوساط من الفاشية الإسرائيلية وكان هناك نصف من المجتمع الإسرائيلي ربما يرفض هذه الادعاة أولا قال أمام الفلسطيني إما أن يقتل إذا قاوم الاحتلال أو أن يرحل ونحن سنساعد بذلك أو أن يبقى عبدا كما تقول الطورة في بعض الأصفار هذه خيارات طرحة ومكتوبة وموجودة لم نرى العالم يتحرك لرفض هذه السياسة الإسرائيل وهو يمارسها الآن للأسف الشديد بدعم من الإدارة الأمريكية بدء أخضر من العالم السيد جمال هناك مشروعين مجلس الأمس يصوت على مشروعين قرارين روسي وبرازيلي على الأقل ما نعرفه من فروق حول المشروعين الروسي يطالب يوقف النار والبرازيلي كان يتحدث عن هدنة ولكن المشروع البرازيلي يدين حماس صراحة على عكس الروسي الذي لم يذكر هذه المسألة ولكن في انتظار ربما تعديلات على المشروعين لا أعلم إلى أي حد لديكم تفاصيل كثيرة حول المشروعين وما موقفكم منه منهما يعني ليس لديه اطلاع على مسودة المشروعين ولكن كل ما نطلبه نحن كفلسطينيون والمفروض أن المجتمع الدولي يرتقي بإنسانيته إلى مستوى التدخل من أجل وقف هذه المسألة ضد شعب أعزل وهو وقف الحرب على غزة أولا يجب وقف الحرب وبعد ذلك نفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية الضرورية للإنسان الفلسطيني ومن ثم نذهب إلى مؤتمر يعالج جذور المشكلة المشكلة لم تبدأ بسبعة أكتوبر المشكلة بدأت منذ خمس سبعين عاما بتهجير الفلسطينيين بالنكبة والمشكلة بدأت بعد حرب سبع ستين وجميع القرارات الدولية تطالب إسرائيل بينهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية ولم تنفذ هذه القرارات من العائق أمام المبادرة العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية العائق هو إسرائيل إسرائيل تغلق الأبواب أمام السلام تغلق الأمل بإمكانية حتى حلول سياسية كان فيه قبل أسابيع من حرب من سبع أكتوبر نتنياهو يقول علينا أن نجعل الفلسطينيين ينسون أحلامهم ننتزع منهم أحلامهم ماذا يريد من الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني لن يرفع الرأي البيضاء الشعب الفلسطيني يقاتل ويناضل ويصمد من أجل حقوقه الإنسانية نحن نريد سلام نحن نريد السلام القائم على القانون الدولي فقط نريد من المجتمع الدولي خطة واحدة تنفيذ وتطبيق القانون الدولي القانون الدولي هم يخترقوه القانون الدولي الإنساني يقول ممنوع حصار 2.5 مليون فلسطيني القانون الدولي الإنساني يقول ممنوع منع الغذاء والدواء وقصف المدنيين الآن لدينا أكثر من ألف فلسطيني شهيد تحت أنقاض عماراتهم لم تتوصل الأطهم الفلسطينية للوصول لهم لأنه ليس لدينا المعدات الكافية بسبب الحصار إذن هناك مجزرة وجريمة بشعة نحن نتطلع إلى عمقنا العربي والإنساني والإسلامي والإنساني الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان وبعد ذلك نذهب إلى حل سياسي ينهي الاحتلال هذا هو إذا كان هناك عقل وتفكير سليم هذه هي الطريقة التي توصل المنطقة إلى السلام إنما بتجاوز الحقوق الفلسطينية وبضع الخيارات الثلاثة التي ذكرتها أمام الفلسطينيين أن خيارك يا الهجرة يا أن تموتوا يا أن تكونوا عبيد أنا برأي الشعب الفلسطيني الأربعة عشر مليون فلسطيني موحد الآن برفض العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني شعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة حقيقية أمام سمع وبصر العالم نعم تفضل ربما في سؤال الأخير باختصار شديد من فضلك ربما التطور الأبرز الآن الميداني هو عملية برية محتملة في حين هيئة البثة الإسرائيلية كانت قالت أن هناك تدريبات في محاكات لهذه العملية البرية على ما يبدو مصادر جيروزالينبوس تقول أن هذا الهجوم ربما يتأخل لنعلم فعلا كان هناك هجوم بري ومتى سيبدأ هذا الهجوم وحتى شكل وحجم هذا الهجوم ولكن بمتابعاتكم أنتم ما أبرز المخاوف من عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة وما التحرك الفلسطيني حينها؟ يعني أولاً لدينا مخاوف من الآن قبل العملية البرية المخاوف قائمة المخاوف قائمة من خلال هذا القصف العنيف ضد المدنيين الفلسطينيين هذا الترحيل للفلسطينيين هذه جريمة حرب أن يرحلوا مليون ومئة ألف فلسطيني من الشمال إلى جنوب لماذا لم يفتحوا فلسطيني التاريخية أرض أبائنا وأجدادنا للفلسطينيين؟ لماذا لم يفتحوا ممر آمن للفلسطينيين إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948؟ هم لا يريدوا هم يريدوا إعادة النكبة الفلسطينيين لن يقبلوا إعادة النكبة المخاطر قائمة سواء دخلوا بالاشتياح البري أو لم يدخلوا نحن نريد وقف الحرب إذا كان الإنسانية التي تراقب ما يجري من مجازر ضد الشعب الفلسطيني عليها أن ترتقي بمستوى الحدث ولا أن يأتوا الأمريكان نعم نعم نسمعك قطع الخط في الحقيقة نحن نسمعك على ما يبدو انقطع من جانبك ولكن من الرباط كنت معنا السفير الفلسطيني في المغرب جمال الشوبكي شكرا جزيلا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبي هاتر ترجمة نانسي قنقر